السلام عليكم و أهلا وسهلا بكم في حلقة تحبيطية و افتزازية جديدة دائما أماكن غير التحبيط لأعداء الوحدة الترابية الوطنية التحبيط اليوم سيكون مركز على الشخصية الفنكوشية والفانتازية الدراجي كوجه أو ما يسمى بحفيظ الدراجي من ذلك النيظام العسكري خرج في واحد المقال موضحك جدا مقال بغابة الدراجي كوجه أنه يلعب دور المدافع على الدولة الجزائرية أو على النظام الجزائري ولكنه بكل غاباء يؤكد على أن الجزائر دولة ضعيفة جدا ودولة فاشلة خاصة نتكلم على الموضوع الاتحاد العاصمة مع نهضة بركان وأكد على أن الجزائر فشلت في إدارة الملف الفضيحة ديال الخريطة الوهمية خاصة فاشتكلم على القضية ديال الخريطة اللي يسموها بين قوسين وهمية وهي الخريطة الكاملة أو الشبهة الكاملة للمغرب لأنه ما زال عندنا الصحراء الشرقية المغربية وأكد بلا ما يشعر في المقال دياله على أنه تتاهم الدولة الجزائرية بالفشل دياله في إدارة هذا الملف لا تخفوش قوتي العزاز لا نقرأ عليكم المقال الكامل لأنه مقال طويل بزاف وفي بزاف ديال لغة الخشب سنقرأ عليكم الأجزاء التي تردت الانتباه لي والذي ضروري أن توقفوا عنده هو الدراجي كواتو مثالي قبو نحن مثالي قبنا كثير منه والذي يقولون لنا لماذا تجابه الدراجي كواتو الدراجي كواتو كنذكركم على أنه شخصية إعلامية مشهورة في العرب وأيضا عنده حسابات مليونية فأقل حاجة إلى قناة متواضعة مغربية بحل قناة ديالنا تربط عليه فهذا أمر عادي جدا بالعكس لا يجب أن نتركه في الساحة الإعلامية ببعده لدينا ضروري أن نفضحه وضروري أن نزحمه وضروري أن نهجمه كما يقولون في الغياب النخب الرياضي ديالنا وبطبيعة الحال المغاربة كساندو دائما براني وكتلقون بكترة عن دراجي كواتو في الحساب ومثالين ما كساندوش نخب الرياضي ديالنا فنحن نقرأ نشي مغريبة في العالم الرياضي يكون عنده حسابات مليونية وهو الذي يكون قاد بالدراجي كواتو بحل قناة نركزه غير مع النظام العسكري في الجزائر أول حاجة ضحكتني في المقال هي المقدمة سوف نقرأ عليكم واحد الجزء صغير لكي تعرفوا لماذا مقدمة مضحكة شوفوا الدراجي كواتو كيفاش كلمة الحداء للنظام الجزائري وشو الحقائق قال لك الجزائر تخوض حروبا ضد الفقر وتسعى على رفاهية الشعب الجزائري تسعى إلى توفير أسباب النمو والتطور تحريص على تكريز استقلاليتها وسيادتها دائما كنت تكلم على بلاد الجزائر دائما مضروبين على الكلمة السيادة السيادة وكي عودوا وتكرر ثم تكرر ثم تكرر لأن السيادة ما عندهمش على أرض الواقع قلت الجزائر تخوض حروبا ضد الجهل والفقر والتخلف وكل آفات الجماعية التي تعيش فيها دول جوار يعني ذبارة هو حل كيتكلم على سويسرا دي الأوروبا حل كي قارن راسه وسويسرا وحنا اياه عدنا التخلف والجهل والمجاع والفقر وعندنا الطوابير وعندنا ندرة المواد في كل مستوية ثم ختم المقدمة بأن الجزائر تواجه تحديات أخرى يعني اعتكام البحض وركائن واحد الحروب أخرى تواجه الجزائر هذا بالله عليك ما الجزائر؟ ممكن تكلمنا على الرفاهية للشعب ما هي رفاهية للشعب الجزائري في ظل غياب الحليب غياب البطاطا غياب اللحم الحمراء غياب الدجاج غياب اللوبيا غياب العدس غياب ثم غياب ثم غياب ثم غياب واللائحة طويلة جدا تأينا رفاهية أنتم لا يعيشون غير في المواقع أما على أرض الواقع سوف نعيشون البؤس والغبن أنتم في النشرة الثامنة تأكدون نفس الأمر تأكدون أن الرئيس ابن جيد كذبون يحاول أن يرافع الغبن على مناطق الضل المهم لأنه عربي بعيد على الجزائر ولا يعرفون ما يعمل وما يعمل ولا يعرفون الحياة المقموعة التي يعيشها والفقر والمجاعة التي يعيشها سيتصحبون بأن الجزائر دولة غانية في حالة القطر وإمارات وفي حالة السعودية وقال نقطة مفيدة جدا وهي في نفس الوقت غير مفيدة قال لك هاتش كامل اللي واقع الجزائر من الحروب الصامتة ضد الجزائر كذولة وكرئيس وكرظام قال لك بسبب عدم تغيير المواقف ديالهم والمبادئ ديالهم وبسبب المواقف ديالهم التابتة في دعم القضايا العادلة في العالم أنا القضية الوحيدة اللي كنشوفكم كالدعمها هي القضية الوهمية ذي البوليزاري حتى أنه في عز الكاريتة اللي كتوقع في الشرق الأوسط في غزة انتم ما كدروا الجود ديالكم ماشي لدعم الفلسطينيين بل لدعم البوليزاري كل أنشطة ديالكم متامة حويرة حول دعم البوليزاري وفقط هنا قضايا هذه على القضية الكاتالونية لماذا لم تدعمتوها؟ القضية تيغرايف إتيوبية لماذا لم تدعمتوها؟ ثلاثة شعوب كينين في جنوب إفريقيا تتقلل حرية لماذا لم تدعمتوهم؟ لماذا لم تدعمتو غير أوكرانيا التي تعرضت الاحتلال من طرف روسيا؟ يك أوكرانيا دولة معترف بها في مجلس الأمن وانتم ما كتعترفوا بها روسيا اخذت منها أجزاء كبيرة هذا كتسمى احتلال لماذا لم تدعمو الشعب الأوكراني ضد الاحتلال الروسي؟ لماذا لم تدعمو الشعب الكوصوفو والذي اتضاء المسلم لماذا لم تدعمتو تقسيم السودان تسمى تماما انتم في الجزائر محاولون التعربان د touchdown є근وا نقش اسمها وساعدتها في تقسيمها. فقط اسمها اول دولة افريقية في الحجم. والدراجي كواجه الجزائر لا تدعم اي قضية عادلة. احتى قضية البوليزاريو ليست بقضية عادلة. لانه في الاسلام وفي الدين الحنيف تقول لك انشقق فئة مسلمة على حاكم مسلم وعلى شعب مسلم هذا غير جائز. وهذا شيء داخل في الفتنة التي تدرونكم. يعني القضية ليست عادلة. يعني القضية المحورية التي تعيشونها اليوم وليل ليست عادلة. ومن بعد دخل في الصحيح هو بالنسبة لي يحاول للمع صورة الجزائر ويحاول يساعد الجزائر. وفي طبيعة الحال يخرجون من نظام العسكري لكي يقول لك كلمة. رأي صعيب. رأي صعيب كثيرا ان تكون مهنة لكوة المياه من نظام العسكري في الجزائر. رأي مسحيل تلمع صورة لكي شيء واضح وبينها خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يمكن أن تدفع. قال اليوم دراجي كواتشو قال اليوم ما تعرض له نادي اتحاد العاصمة كان يحتاج للاستعانة إلى كفاءات رياضية ونخب رياضي. وقال اليوم أيضا سنستعنب النخب القانونية المتواجدة داخل الجزائر وخارج الجزائر لمرافقة الأندية والفرق والمتخبات في معاركهم القانونية. وركزوني على هذه النقطة وتنوير صاحب القرار على الخيارات المتوفرة حول أي قرار يجب أن يتخذه لتفادي العقوبات أو التداعيات القانونية في مبعض. توقفوا عند النقطتين نقطة الأولى في الاستعانة بالنخب الرياضية والقانونية وكذا. وأيضا الاستعانة بالنخب القانونية من أجل مواكبة أصحاب القارة. يعني هنا الدراجة بلا ما يشعر يورط الجزائر ويتهم بأنها فشلت في إدارة الملف الاتحاد العظيمة ضد نهضة بركان. كنت أذكركم لكي لا ننسوا. نفس الشخص الدراجة بلا ما يقول بأن الاتحاد العظيمة ستربح نهضة بركان. كان في الأول يتغنى بالجمهور الاتحاد العظيمة ويطمنهم على أنهم ستربحوا قانونيا نهضة بركان. كان من صفعاتهم كلما الكاف وحتى الطعس ولو ترجعوا في المرشارية. كان القوات تتقهقاروا من جديد. كان لديهم يستعنوا بالنخب الرياضية والقانونية لتشاوروا معهم ويأخذوا القرار ويشوفوا التذاعيات والعواقب دياله. يعني طريقة غير مباشرة الدراجة كواتشو ينعط الجزائر بالفشلة. ينعط الاتحاد الجزائري بالاتحاد الفاشل. ينعط والد صادي بالفاشل. ينعط الدولة الجزائرية والمخابرات والجماريك وأعلى سلطة في البلاد فقامة الرئيس. عبد مجيد كذبون الذي يضرب بالحجر. كان ينعطهم بالفاشل لأنهم لم يستعنوا بالنخب الرياضية والقانونية. لكي يقولون أنهم ليسوا القرار صائب أو ليسوا صائب. أنا أنت حداك الدراجة كواتش. نعطوك هذا الملف نهضة بركان مع الاتحاد العاصمة. والدولة التي تفرض عليك أن القانون لا يقلق و لا يلعبون به. و تقول لي أنه سوف تقوم بإدارة هذا الملف. و تقوم بإدارة النجاح. و تقوم بأحسن رياضي من القوانين الرياضية. و تقوم بأحسن محامي في العالم. لا يسلل لكم هذه القضيات. المهم بعدها أنكم بدأتك تسعبوا أنكم خسرتوا القضية قانونيا ورياضيا. و لا يجب أن يتعاود ما يجدك. نقطة ثانية خطيرة كي يقولها في المقالب لم يشعر. اليوم يجب علينا الاستثمار في كل العلاقات الشخصية والرسمية في اتحاد الكاف. واستعمال كل إمكانيات الجزائرية المالية لتوطيط العلاقات مع كل الفاعلين في الحقل الرياضي داخلك. يعني هنا بصريح العبارة كيف ما دردك بن الشيخة؟ بن الشيخة كان يدعو لرشوة الحكام ولرشوة الناس اللي عاملين في الكاف باش يأخذوا قرارات لصالح الجزائر ضد المغرب. هذا بحثت دراجك وتخرج لها طيطيط. توقع لهم صريح العبارة خاصة لإمكانيات المالية تستعمل للضغط على الناس في الكاف باش يكونوا من الجهة دينا ماشي من الجهة دينا المغرب. مع العلم لأن المغرب لا يستعملوا أي إمكانيات مالية. ونحن نقول الإمكانيات المالية تتكلم على الرشوة. يعني هم يدعون للفاساد والرشوة ومن الفوق يأتي بالتعمل وفوز القجاع بشكل فيه. وفي هذا المقال الذي تكتبه كنت توقع لها ضرب بشيء كويساتي. لأنها خرشة كثيرة على السطر. وهذا المقال هذا لا يوجد شيء مرار الكرام. وفي اليوم الكابرة المسؤولة لك سأعطيك في التليفون من يشاهد الفيديو. المشكلة الدراجة هو ما؟ بدأ المقدمة الفانتازية والرفعية والذي ما لم يكن في الجزائر في سويسرا. من بعد ورّت الجزائر ودعا بأنهم فشلاء. وبذلك يدعو إلى رشوة المسؤولين في الكعف. وهذه دعوة إلى الرشوة والفساد المالي مباشرة. من بعد لا توقف هنا ولم تسأل المقال هنا. كنت سأل المقال هنا نقوله نكتفي بهذا القصف ونذهب إلى الحلقة واحدة أخرى. ولكنه لم يحبب هنا وقال لنا أزيد وقصفوني. قال لك أن نستعنه بالنخب التقافية كذلك. لكي نواجه السرقة الممنهجة لكل التراث الجزائري والموسيقى والأكل. ومثovan هي كل الأمور التي ح Ric gén 못ًا في الجزائر. لديك فلا تسميت له ذلك. قل لك أن نحميهم بنصريقة من المغاربة 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 لن يمكن أن يسترقوا القفطان الذي هو دياله. مغاربة لن يمكن أن يسترقوا الكسكس الذي هو دياله. مغاربة لن يمكن أن يسترقوا المغغنية المغربيةية هذه التراث المغربيا. وهذه دياله التصالي creatively جميله. كثيرت لكم كسكس و القفطان كنتصويا إلى المقدار ، يجب أن يجب حماية الكسكوس الجزائري والقفطان الجزائري وكاراكو والبرنوس والزابد الأمثير وصدق أو لا تصدق يجب أن يجب حماية الطاجين والحريرة الجزائرية وإذا أفهمت أن أقصح وجهة الوجهة البسيطة والوجهة الجزائري يسرق قليل ونهار في المواقع ويجب أن يجب أن تسرق لنا لماذا نقول في المواقع؟ لأن السرقة هي عبارة عن سرقة في ويكيبيديا سرقة في بعض المقالات سرقة في الحسابات الشخصية تيك توك، تويتر، يوتيوب، فيسبوك، انستغرام فقط لأننا فعلت القناة بتجربة طيلة رمضان كل نهار رمضان من بداية رمضان إلى نهاية رمضان عندما ندخلك الرقب الأكلات الجزائري التي تذكرها مثلا الدراج لم ندعه الكسكس لديهم لم ندعه طواجن لديهم لم ندعه قطاول لم ندعه بطيبط مدعه لم ندعه بغريب لم ندعه لما يقبل نصرق لنا يعني تسرق بحماية بطبيعة الحال برامج تليفزيونية للطبخ كانت تجد الشيوات المغربيات المياه حاضرة نظرة ولكن على أرض واقع لا يوجد كان غير سكران في الدروج وشتيطحة 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 أما في المواقع وماء أبطال ديجيطال في الصريح المهم صدق أو لا تصدق الدراجة هو تقول لك الطاجين والقفطال والحريرة والحائق وبثير من الأمور المغربية قال لك المغاربة يسرقها لم أفهمت أن هذه القادية كيف يسرقون حواج ومن يصنعهم والجزائري عندما يصنعهم ويسرقون حتى الكازا أو فاس بشري القفطال المغربي ويعودوا بيعهم في الجزائر ويعتعرف بأنه مغربي يأتي من بعض المواقع لكي يقول لك لا يجب حماية المغروض الجزائري من الصريق نحن نسرق لكم الكاراكو الكاراكو كانت تحدى شيء واحد في العالم يلبسونه محشمش أصلا المغربيات مستحيل يلبسون الكاراكو المفضوح لكم وهو أصلا عثماني ألباني مستحيل جزائري كنا كنا نعرفوا هذه الضرب نيوبك سبقني وشكا هذه السرق نيوبك سبقني وشكا ويسرقونه ومن الفوق تشكون من الصريق أقل وقبل أن يختم المقالك اليوم يجب أن نتحول من الدفاع إلى الهجوم هذا هو عدد دراجكو تشاهد الكثير من الجزائريين يعتقدون أنهم ضحايا للهجوم المغربي هذا هو مالك كامل الذي يدرون لنا من 1995 والمغربة سكتة اليوم المغربة يدرونه بالملحة والطعام الذي كانوا مشاركين معهم وبالزاق الأمور يقولون ربيه ديهم وكان المغربة يدرون خطأ جاسي لأنهم يفرقون بين النظام والشعب وكان يقولون المستقبل سيبدل الأمور والشعب سيقالب على النظام وسيرجع الوعي له وسيعرف تاريخه الحقيقي وسيصلح بزاق الأمور من 1975 إعلام الجزائري يهجمنا الدولة الجزائرية يهجمنا عسكرياً سياسياً إعلامياً وثقافياً اقتصادياً ورياضياً الشعب الجزائري لا يقولون ما الذي يدرونه رائعيب ويأتي أحد في 2024 عنده حسابات مليونية التي تسميته الدراجة تقول لك خصناً بدلون وضعية الدفاع إلى الهجوم إلى ما الذي يدرونه من 1975 لا تسميه هجوم ما ستسميه؟ هذه الساعة المغاربة يجب أن يبدلوا الوضعية الدفاع إلى الهجوم لأن لم يزال المغاربة والأغلبية المغاربة يحشمون من الجزائريين ومن بعض المغاربة الذين يمارسون لهم ضغوط المغاربة يقول لك لا تستطيعون لا تستطيعون لا تستطيعون لا تستطيعون المستوى أصلاً لا تستطيعون مغاربة بعد أغلبية المغاربة لا تستطيعون لك من أن تقول لك واحد صانع المحتوى لا تنزل المستوى الجزائريين لك أنت خطأ كبير لأنك تقارن المستوى القناة مثلاً بالمستوى الجزائريين في غير السب والشتم والضرب في أعراض النساء وشرف النساء من أن تقول لك لا تنزل المستوى الجزائريين يعني تعتبر بأن المحتوى الذي نقدمه هو محتوى يشبه المحتوى الجزائري الذي أصلاً زائد 18 وزائد 25 الفون ستكون لك 25 سنة وتحشم في المحتوى الجزائري فلا تقول لك المغاربة لا تستطيعون المستوى الوضعية الدفاعية هي المغاربة أما أنتم في الجزائر ستكون في الهجوم من 1975 و لا تستطيعون أيضاً في البطاء و لا تستطيعون أيضاً في الأخواء و لا تستطيعون المغاربة حالياً لا تستطيعون من وضعية الدفاع أما إذا وصلوا الهجوم أمشيتوا في هذه الدراجة صراحة أن كنت تفهم المشكلة التي يعيش في هذه الدراجة و قلت لكم صعب 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 تخيل أنت أو أنت تفرجوا في القناة تخيلوا مثلاً أنكم جزائريين و ترى هذا العبط وهذا العبط كيف كانوا يسمون هؤلاء المخللين هذا العبط الذي يدرون الدولة الجزائرية و أنت كجزائري إعلامي في قناة رياضية كبيرة و تضطر أنك تخرج تمسح لهم الحذاء و تلمع لهم الحذاء و تقول لهم أننا نرمزين و نرى من يسرخوا و من يسرخوا و من يسرخوا و من يسرخوا مهم ذلك و أيضاً يصبح محال و محال ستقوم بك و ستقوم بالملف في العالم و من يسرخوا و ما نعرف و ما نحن نحن و نحن و سأطلع و أنت فأنت و أنا نقوم بك أن تدعم و نحن يشتركوا الكثير من الدراجة يتحدثون ويقوموا بمقارة أفضحكم أقول لكم أنكم لا تعرفوا وأنكم لا تستعملوا بالناس لقارئين يعني الدراجة يتحدثون أنكم في الجزائر أعلى سلطة في البلاد هذا نقدرون أن نكتفي بهذا القصف شكراً للدعم والتجاع لا ننسى أن نشكر الأخ عبدالجي العباسي على الدعم له وأيضاً الأخ العربي شكراً لكم وشكراً للناس كاملين الذين يدعون اشتركوا معنا في القناة بشي وصلهم الجديد كان معكم حاتم المرعبات السلام عليكم